جاءت الرياح من مدينة نيويورك الأمريكية وفقا لما تجتهيه سفن إيران فقد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران والذي تنتهي صلاحيته في الأول من تشرين الأول المقبل وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن مجلس الأمن فشل في الحفاظ على مهمته الأساسية وأخفق في محاسبة إيران معتبرا أن المجلس تجاهل مطالب دول الشرق الأوسط بعدما رفض مشروع القرار الأمريكي وشدد بومبيو على أن بلاده ستصحح الخطأ الذي وقع فيه مجلس الأمن بعدما مكن أكبر دولة راعية للإرهاب من شراء الأسلحة الفتاكة وفشل في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين إيران سارعت من جانبها إلى الترحيب بموقف مجلس الأمن الرافض لمشروع القرار الأمريكي فيما بدأ أنه تصميم من نظام طهران على المضي في سياساتها العدائية في المنطقة وتوسيع نفذها وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الولايات المتحدة لم تشهد عزلة كما هي الآن منذ 75 عاما من تاريخ الإمم المتحدة على حد قوله في وقت حذر مراقبون من أن المجتمع الدولي أعطى بهذه الخطوة ضوءا أخضر آخر لإيران للاستمرار بدورها المدمر والمزعز على استقرار المنطقة لا سيما في العراق وسوريا اشتركوا في القناة